فقد ظهر كما جاء في الأخبار وكما جاء في نشرات المنتديات كثير من المنتديات نشرت هذه الأخبار أضافة إلى الصحف ظهر الجراد الأحمر في مصر وظهر في السعودية وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام شرح لهذه العلامة من علامات القائم كما جاء في الإرشاد للشيخ المفيد عن محمد بن يد البلاد عن علي بن محمد الأزدي عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بين يدي القائم عليه السلام موت أحمر وموت أبيض وجراد من حينه وجراد في غير حينه كألوان الدم فأما الموت الأحمر في السيف وأما الموت الأبيض في الطاعون هنا يصف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن الجراد الأحمر في غير حينه كألوان الدم أي لونه أحمر وقد جاء الجراد الأحمر أخوان الكرام جاء الجراد الأحمر كما جاء في كثير من الأخبار في الصحف وفي المنتديات في مصر وفي السعودية جاء الجراد الأحمر في غير حينه ونشر هذا المشكلة سئلوا عن هذا الجراد الأحمر هل هو من علامات القائم؟ فرد أحدهم أنه قد يكون بينه وبين القائم سنين طويلة بينما الرواية تقول بين يدي القائم بين يدي القائم أي أن ظهور هذا الجراد قائم سبحانه وتعالى يحاولون أن يبعد الناس عن أمر اشتركوا في القناة وهو تعبير مجازي عن الثورة التي تجري الآن من قبل الكثير من الشعوب العربية قد ذكرت هذه الحالة الفريدة في التاريخ كعلامة من أهم وأبرز علامات الظهور وهذه بعض الروايات التي تذكر هذه العلامة سؤال الصادق عليه السلام عن فرج الشيعة فأجاب إذا اختلف ولد العباس أي الحكام باسم الدين ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها أي الثورات ورفع كل زي السيسية سيسيته وزهر الصفيان واليماني خرج ساحب هذا الأمر روضة الكافل للكليني عن أمير المؤمنين عليه السلام وسيأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين قال الناس يا أبا الحسن أين تكون العرب آنزاك قال تكون مفككة القوى مفككة العرب غير متكاتفة وغير مترادفة حتى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحلامها عند إذ يفتح على يدهم فلسطين وتخرج العرب ظافرة وموحدة ومن الثابت أن تحرير فلسطين بيد القائم عليه السلام 250 علامة جزء واحد صاد 115 وتكلم الإمام عليه السلام في كتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان أو كتاب الجفر الأعظم عن حكام العرب في حديث طويل منه يجمعون العسكر من شعوبهم يضربون بها شعوبهم فيبتلى بعضهم بالموت الأحمر وبعضهم بالجوع الأخبر وثلث بزيت أشود لا يحصر ويظهر شر نسل لا أسقاه الله المطر إلى آخره فلم تسميحون مومارك تنا devenت كل جدا تناولي خواهي ومشهر شوائحاً وشهر شدنا في السياسة وعنزل المرسادي ونعطين الوحيد كل ما نريد أنفرنا يتوفر يكون بهبط في البلد يتوفر LINد كل ما نريد كل ما نريد يتوفر الناس ومن طلوب البلد هذا كل ما نريد الرموز التي تكلم بها أهل البيت عليه السلام ورسول الله في الأحاديث التحذير من التجال الأكبر والذي حذر منه كل الأنبياء والمرسلون لأنه يدعو إلى نبدي حاكمية الله العقيدة الحقة وإلى الاعتناق حاكمية الناس والانتخابات والديمقراطية فأهم فتنة الدجال أو أحد أهم صادقها للفتنة هي الديمقراطية الحاكمية الناس اختيار الناس بالحاكم فأمريكا ترى الديمقراطية الحلقة الأخيرة في سلسلة التطور السياسي البشري جاء في المعجم الموضوعي عن حديث بن أسيد قال سمعت أبا ذر يقول وهو متعلق بحلقة باب الكعبة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قاتلني في الأولى وفي الثانية فهو في الثالثة من شيعة الدجال وفي نفس المصدر ونفس الصفحة ينقل الكوراني نفس الرواية عن أمال التوصي وفيها وقاتل أهل بيتي في الثانية وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي مثل سفينة الموح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان فكعنما قاتل مع الدجال نفس المصدر والصفحة عن إمام الصادق عليه السلام أيضا في المعجم الموضوعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أبغدنا أهل البيت بعثه الله يهوديا قيل وكيف يا رسول الله قال إن أدركت دجال آمن به وإذا قرأنا هذه الروايات وهي كثيرة وتحت ضوء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجري في آخر الزمان يتبين لنا بكل ودوح أن المقصود من هذا الدجال الأكبر وأن المقصود من هذه الفتنة هو حاكمية الناس التي تروج لها وكل دجال بعد ذلك هو مصداق لكلمة دجالين بما يروج ويسوق لهذا المشروع الأمريكي للدجال الأكبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله الويل الويل لأمتي من الشورى الكبرى والصغرى أسئل عنهما فقال أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي أما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي مكتب التيار الصدري في النجف ينشر رفيقة جديدة تبين أن السيد الشهيد الصدر أخبى بوجود رسول الإمام المهدي من البصغة يلبس العقالة العربي قبل استشهاد السيد الصدر لفتها فلماذا ينكرون هذا الآن؟ ولماذا يقولون أنهم على نهج السيد الشهيد الصدر وهم ينكرون أفعاله وأقواله؟ وهذه كل البيانات التي تخص الكتاب الصادر عن المكتب في النجف والقصة الكاملة كما نشرت في الكتاب اسم الكتاب خمسون موقف مع السيد الشهيد الصدر الطبع الأولى الجزء الرابع من إصدارات مكتب السيد الشهيد الصدر النجف الأشغف الإشغاف العقائدي التثقيفي للممهدون تاريخ الإصدار الرابع من شهر الرجل 1431 تعليق لجنة البحوث والدراسات الشيخ أسكندر القاسمي مطبعة العالمية للتباع وتصميم تليفون 07801075741 الموقف الثالث والعشرين صفحة السابعة والأربعة هديتني في منامي نقله محمد أنوى من أهل الكوت كنت أقلد أحد المراجع البائزين في النجف وكنت من الذين رزقهم الله تعالى رؤية صادقة وكانت عجيبة غريبة وفيها تطاصيل كثيرة تحقق الكثير منهم في حياة السيد الشهيد الصدر وبعد الشهادة أصبحت أيد مفسها لما رأيت ولم أستطع أن أبوه بها لوكيل المراجع الذي أقلده لأنها قد تتعارف مع هواه وقد لا أحصل على جواب دقيق بشأنهم المهم أصبحت بذلك الهم وكان من عادتي أن أذهب لزيادة الإمام موسى الكابن عليه السلام فخرجت قاصدا مرآب السيارات وكانت السيارات في ذلك الوقت باس من نوع الغين فلم أركف السيارة الأولى ولكني أركبت بالتي تليها حيث كانت فائغ وعند صعودي في السيارة الثانية تمعت ضجيجا في السيارة الأولى التي همت برحيل عند أول حركتها وإذا بشخص سياتتي عقال ينزل من السيارة والناس تصيح عليه لماذا تصعد وتنزل؟ المهم أنه صعد معي في السيارة الثانية ولما لم يكن في السيارة غيري وإذا به يحدق بي ويقول كنت أبحث عنك فصعدت في تلك السيارة ونزل لأنني لم أرى الوجه الذي جئت من أجله إلى البصرة وهنا بدأ الخوف يمتلك فقال الرجل أنا جئت من البصرة لكي أقول لك شيئا أترك تقليد فلان وقلد السيد محمد الصدر فزاد الخوف أكثر لأنه قد يكون أحد أسلام النظام فإنكرته عليه فقال لي ألست فلان الذي رأيت الحلم كذا وكذا البارحة وشرح لي الحلم بالتفصيل ثم أخذ يحادثني طوال طيق إلى بغداد وأنا بين مصدق ومكذب وبين خائف ووجد وانتهت رحلتي وعدت إلى الكوت وقال رأيت أقص لما رأيت لسماحة السيد كامل الصافي رحمه الله الذي كان وكينا للسيد الشهيد الصدر في الكوت فقصصت لما رأيت من حؤية وما حدث لي لجناب السيد الصافي وكان أحد المشايخ من أمة الجمعة موجود وقد بدت علامات الدهول عليهما فقالوا لابد أن نقص ذلك في السيد الشهيد الصدر قد السلسل وفعلا في لقاء خاص لسيد الصافي وجناب الشيخ الذي كان برفقته أو الحادث للسيد الشهيد الصدر رحمه الله فقال لهما أن هذه الرؤية يجب كتمانها وأن هذا الشخص المعقل رسول الإمام المهدي عليه السلام عن أم سعيد الأخمسية قالت قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في داك ابن رسول الله اجعل في يدي علامة من خروج القائم عليه السلام وقالت قال لي يا أم سعيد إذن خسف القمى ليلة البدء من رجل وخيج رجل من تحته لذلك عند خروج القائم عليه السلام جاء في بيانة لئمة هجي الثاني صفحة 695 ومن خطبة طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر علامات الظهور المقدس إنعقاد جسر مما يلي الكرح في مدينة السلام وارتفاع ريح سوداء بها وخسر يهلك في كثير من الأنام جاء في شرح إحقاق الحق الجزء 29 للسيد المير عشيد صفحة 344 وهذا الجسر لنقلبه جسر لأمة الكارمية في بغداد وقتل به ألف إنسان وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال يبنى جسر بين أول والخط فإذا اكتملت وصلت الدماء إلى الركبة جاء فيه 250 علامة حتى ظهور الإمام المهدي للسيد محمد علي الطبطبائي الحسني الصفحة 158 وهذا الجسر تم البدء ببنائه منذ سنين طويلة والآن على وشك الانتهاء ترجمة نانسي قنقر